حلقة الأولى من برنامج سندريلا للزميل العزيز صالح الراشد سندريلا يقدم ريال كنا موعدني يعني ممكن هو يكون كينغ ممكن يكون الملك ممكن يكون هو الأمير مثلا لأن سندريلا يواجهها هو الوطن هو اللي يحط الأسئلة هو اللي يعمل الأكشن والكلام كل عليه إهو وإعداد إهو فالبرنامج يفترض أنه هو أعتقد أنا يعني من رأيي أنه يرجع إهوه وما يكون بإسم نساء شهريار شفيه مثلا وهنت تدفع الناس أو شهريار قدرت شهرزاد توقف بذكاءها عن قتل البنات بسبب قصصها مثلا حين طاف الآن مش هالموضوع كانت سندريلا صالح الأسبوع البرنامج ستلاء لم يأطار الأسئلة كلها إيه في برنامج سندريلا؟ طبعا أنا قاعدة رئي على المخرج وقلت ايه برنامز اندر الله او معي بدر المنتاج الاسئلة غالبا يعني الوكيشن هو تغير كأنه تجميل والازياء ثروة ايش عملتي والمباهات الزايدة اللي تصير عند الفنانين دون ان تدخل في اعماقهم يعني في يوم الايام هو كشف مثلا احد خواء طبيبة مثلا صالح في احد البرامج السابقة له فاول عشر دقايق كلها مدح في في الضيفة وضيفة كركر بفرحانة بكل عشر دقايق من البرنامج بس مدح لها زين تمام كنت من زمان دايما اقول ولا زيت وراح اقول حتى ايه تبطل يعني الاداء الحساس الاحاسيس اللي عند لم ياء لا تتكرر كممثلة شاطرة تحس الكاركترات تعيشها عدل وتمثلها عدل وكانت وكثر ما اهية يعني فرحانة بموهبتها وهي سويها دائما ما يقول فيه انا اضيب باكلكم وانا اموكم بحميكم انا احتضن المواهب هذي اللي في بداياتها اذا بدر فينا نشوف الصورة هاي ايامها قبل طهرة اقصى شي عندهم كانوا يحطون عدسات الان حين لا يغيرون يركبون راس كامل هني هي في 2004 وهي فعلا كما اؤكد ان هي ابنية عندها احساس فيما بعد هاي من برنامج سندريلا تغيرت تماما انتقد طبعا عملية تجميلها اللي حولها لهذا الشكل ممكن تكون جميلة لو ما في ذاكرتنا في شيء آخر يعني من قبل كان اكثر بساطة وكانت ايضا مميزة على المسرح وعلى المسرح في المعهد الفنون المسرحية هي خريجت او كانت تدرس في التمثيل والاخراج في هالصورة هذي اللي كنت احتضنها فيها احتضن يعني بحب وبفخر وبدعم للمواهب اللي اطلعت في التلفزيون ايضا بردت ايضا صالح شم لابسين الله يهديكم كان والله بالسوشال ميديا تسووا عليه في الملابس عموما علقت عليها مرة على الميكاب احنا على التجميل اللي سويت اللي اغير سحنتها الطبيعية اللي موجودة في الصورة اللي كانت معاي ورفعت علي قضية وتطلع ايه دول طبعا انا يوم رفعت علي قضية انتقادي لها كان في البرنامج كنا قاعدين باك الصوت دي كل مرة بس هني المكان افضل وحميمي اكثر شكرا اي تي في شكرا اخراج فهي رفعت علي قضية لاني انا انتقت عمليات تجميلها طبعا اخريات بعدهم اللي رفعوا قضايا وغالبيتهم يعني طلعنا وراءه القضية اللي رفعتها علي انا اقدم البرنامج من خلال قناة اسمها اي تي في فبالتالي هي تقول انا بنيت القناة اذا انت بنيت القناة كيف تنكرين او ترفعين قضية على جهة انت تعتبرينها اهلتش ولا انت بنتهم لان البرنامج اللي هذا انا ما نزلت لهم من قفة ترى وليت من مكان ولا على اليوتيوب انا اتكلمت في انتقادي لتجميلة انا قدمته في اطار قناة والقناة هذه لها ملاك ولها مدرع وكلهم يدرون فيها هذه بس سبحان الله المصالح تتصالح لا بغوا يطلعون يطلعون مصالح مصالح عموما يابوني هذا الاحتضان لم يكون لموهبة انت تتمنى انه تستمر لانه يعني ما نقص شي غير تعميق الاحاسيس اكثر من شذيه ومثل ما انت تتقبلين مثلا المدح والاخضان وتفرحين وتين فعلا بقلب نقي علينا تقبلي ايضا النقد اللي يجي وهو نقد المعلوم واللي يشوفونه كل الناس في التلفزيون ولم اجيب يوما في صيرة اي موضوع خاص وانت عارفه ان يعني ان اي مو ستايلي مو موضوعي يعني يعني الواحد مو بس يغير ويه اثاري حتى يغير دماغه فوق تحد مدريش يصير فيهم يركبون ويه يديد مو فكره عقل يديد يلا بنتظر ش تسوين حق انتي بنتهم